بتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبولة التركية عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري الدكتور صلاح الدين الحموي أهلا بكم دكتور إلى السوديو الرفيدين يعني بداية الإتلاف الوطني دعا في بيان له أن قصف دوما جريمة حرب والنظام وروسيا يتحملان المسؤولية هل بقيت البيانات هي فقط وسيلة الرد الوحيدة على انتهاكات ومجازر النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل المشاهدين والمستمعين وكل أحرار العالم أهلا بكم أولا طبعا المكتب الإعلامي هو مهمته أن يصدر بيانا هذه الخطوة الأولى الطبيعية كخطوة أولى لكن نحن كمؤسسة معترف بها من قبل جهات دولية أكثر من 120 دولة اعترفت بها عملنا ضمن خطوات التالية أولا هو إصدار البيان كخطوة أولى ثانيا مكتب العلاقات الخارجية قد أرسل رسائل لأكثر من 30 دولة وعلى رأسها الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا طالبنا في التدخل العسكري وضرب مواقع العسكرية للنظام المجرم وهذه النقطة الثانية النقطة الثالثة تم تقديم مذكرة من قبل المكتب القانوني للاتلاف ورفعت إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن تثبت وتؤكد أن بشار الأسد هي واحدة من مسلسل طويل قد استخدم فيه بشار الأسد السلاح الكيباوي إذن في خطوات متتالية بالإضافة إلى تحريك الجاليات من خلال سفراءنا الموجودين في أوروبا تحريك الجالية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني في أوروبا وفي أمريكا للضغط على حكوماتهم لأن الحكومات بشكل عام أستاذي الكريم أصبحت حكومات تسكت ربما تكون متواطئة ربما مصالح ربما أشياء معينة فتحركنا باتجاه الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي للضغط على حكوماتهم لاتخاذ القرار المناسب نعم الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق شامل في حال ثبوت استخدام الكيباوي في سوريا دكتور صلاح المجازر السابقة والأدلة السابقة والصور الواردة في كل مجزرة تحصل أليست أدلة كافية لإدانة ما يقوم به بشار الأسد أو تحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه المجازر التي تجري منذ سبع سنوات إلى الآن طبعا أنا أقول كلامك صحيح وطبعا هي لو كانت المرة الأولى لحتاج المجتمع الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة إلى التريث كثيرا للتثبت والتأكد لكن أنا أقول لك في مؤسسة مدنية موقع سنغافورة كأساسية هي مدنية بعيدا عن السياسة وبعيدا عن تجاذب الدول هي مهنية متخصصة في صحة الدمار الشامل قد أجرت تحقيقا تفصيليا وقدمته الأمم المتحدة وقدمته لمجلس الأمن يثبت ويؤكد أن النظام قد استخدم الكيماوي وأكثر من مئتي مرة أستاذ الكريم ليست مرة ولا مرات ولا عشرات مئتي مرة ثبتوا عندنا الأدلة الكافية وقدمناها طبعا حضر وفدنا وفد الائتلاف حضر في مؤتمر سنغافورة وقدم التقرير الكامل التفصيلي عن المسألة واعتمد الكلام واتخذت قرار ووجهته إلى المعنيين ليتخذوا القرار بالإجراءات التنفيذية لكنهم لم يفعلوا بل فرغ القرار في صفقة حصلت والجميع يعلمها عندما قررت أمريكا في الفترة السابقة بضربة الغوط الماضية قررت أن تضرب لكن عندما حصلت صفقة وكان الوسيط أوروب أمريكا روسيا وربما إسرائيل وانتهت تلك الفورة التي تكلمت بها أمريكا يعني مع الضربة الجديدة لإيدهم هل نحن أمام برأيك أمام صفقة جديدة من الولايات المتحدة تجاه أي تحرك عسكري كما قال ترامب بأنه من المحتمل أن يكون هناك ضربة صاروخية لمواقع للنظام السوري في دمشق طبعا أنت تعلم أن التنازع الشديد ما بين الروس والأمريكيين ليس على السوريين ولا على حماية المدنيين ولا على حماية أحد لكن تنازع لمصالح معينة وهذا الأمر بين شد وجد متواصل لسنوات وحرب باردة بطرائق معينة وتصريحات وكلمات ضمن هذا السياق يأتي تصريح ترامب أنا أعتقد وضمن هذه المسألة نحن نخشى أن تعقد صفقة أخرى الآن بدأ التصعيد من قبل بعض الدول الأوروبية وأمريكا كذلك صرحت تصريحات معينة لكن ما نخشاه أن تعقد صفقة في الخفاء تذهب دماء شهدائنا المظلومين المعذبين كما ذهبت في السابق دعم يعني لو تحدثنا عن أن ترامب مثلا أو الدول الأوروبية صدقت في الحديث عن ضربة لنظام الأسد هل ستكون هذه الضربة دون تنسيق روسي لضرب مناطق معينة في لمشق أو في سوريا يعني أنت تعلم أن الفضاء يسيطر عليه الروس ومركز وغرفة العمليات الأسكرية موجودة في سوريا حتى الطيران السوري يتحرك بإشراف روسي كامل فمنظومة صواريخ والجو كله محمي من قبل روسيا وبالتالي إن كانت أمريكا ستدخل بهذا الخط مباشر سيحصل تصادم مباشر مع الروس وبالتالي تحصل حرب عالمية تبدأ بحرب عالمية ثالثة من سوريا أنا أستبعد هذا الأمر لكن ربما بطرائق معينة والله يؤسفوني أن أقول يعني ضرب مطار الشعيرات في المرة الماضية ما هو إلا مسرحية ولعبة انسحب منها القوات وابتعدوا وضربت لم يتأثر بها أحد ولكن أكسبت ترامب نصداقية ضمن شعبه وناسه لكن فعليا على الأرض ما هي إلا مسرحية ظهرت لنا مسرحية وانتهت بمسرحية نعم مع تصعيد النظام للقصف لدومة والغوطة الشرقية كما كان سابقا قد بدأ بالضربات المتتالية للغوطة الشرقية والتي أدت إلى خروج بعض الفصائل المسلحة الموجودة في مناطق الغوطة بقيت كما يعلم الجميع بقيت دومة وجيش الإسلام موجود في تلك المنطقة هل مع هذه الضربات الكيماوي أو الضربات التي توعد بها النظام دومة هل سيذعن جيش الإسلام أو يخرج جيش الإسلام من دومة تاركا وراءه المدنيون يلاقون مصيرهم كما حدث في باقي المناطق؟ طبعا أنت تعلم أن النظام طبعا أنا أعتقد وأقول دائما على قنوات الإعلام لا يوجد عندنا نظام يوجد عندنا احتلال روسي وإيراني هم يتحكمون ببشار الأسد ومن معه من العصابة وهم يحتلون الأرض وهم الذين يسيطلون عليها وهم الذين يعطونها الأوامر مباشرة أعتقد أنه حصل في الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الماضية حصل تفاوض مفاوضات طويلة ما بين الروس وجيش الإسلام أو قبله الفصائل الأخرى أحرار الشام مع فيلاق الرحمن وحوارات طويلة انتهت في منطق الجوبر والمناطق هذه ثم كما ذكرت بقي جيش الإسلام جيش الإسلام تدخلت بعض الدول العربية لوسيط بينهم وبين الروس وطالت المفاوضات لكن بالمحصلة أنا أعتقد أن هناك مؤامرة دولية تريد أن تخرج سكان هذه المنطقة منها ليذهبوا بعيدا عن أرضهم ومنطقتهم ما المطلوب من هذه المؤامرة؟ تحدث عن مؤامرة دولية لإخراج جيش الإسلام من تلك المنطقة وإخراج أيضا فصائل المعارضة من الغوطة الشرقية ما الذي تريده الدول الأوروبية أو الدول المتآمرة كما قلت دكتور من إفراغ غوطة دمشق من لو فرضنا الثوار الموجودين لو سميناهم الثوار في تلك المنطقة طبعا بغض النظر عن الحالة السياسية ولكن الثوار أو الناس الموجودة أو الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية يا أستاذي الكريم المسألة ليست مسألة فصائل فقط المستهدف هم سكان المنطقة الفصائل هم الذين يحمون أبناءهم وأهلهم عندما يخرج الفصائل تخرج الفصائل الضغط يأتي فوق التصور الإهانة والإذلال والقتل والتشريد والتعذيب لأبناء المنطقة يدفعهم دفعا نحو الهجرة وهذا الكلام هو تغيير لمناطق سكانية ليحل أماكن السكان الأصليين جهات أتت من الخارج من إيران ومن العراق جزء مننا من الميليشيات العراقية الطائفية أو الأفغانية أو الدولة أتانا أتانا الإيرانيون بأعداد كبيرة يريدون أن يسكنوهم وفي خطة كاملة ولقد قدمت المكتب القانوني عندنا الأستاذ هيسام المالح أعدت مذكرة خطيرة تتكلم عما تفعله إيران في دمشق ومحيط دمشق إخراج أهل منها ثم إزالة المناطق وبناء جديد ضخم يتسع بربما لأعداد كبيرة وبالتالي تغيير محيط دمشق وما حوله بشكل دقيق بل تطويق دمشق من سكان غير السكان الأصليين سكان يدينون بالولاء لإيران من جانب الروس وبالتالي هذا الكلام أكبر من قصة إخراج مقاتل من جيش الإسلام المسألة أبعد وهذا الأمر لا يحصل إلا إذا كانت هناك مؤامرة دولية هل سيتم هذا بموافقة روسية أيضا وأمريكية؟ والله هكذا أعتقد نعم لو تحدثنا بآخر سؤال أستاذ دكتور صلاح يعني الكثير من المراقبين يحصون بأن الثورة السورية تنتهي مع انتهاء الغوطة وانسحاب الفصائل من الغوطة وعودة الغوطة كما يقال إلى حضن النظام هل الثورة السورية مربوطة بالغوطة الشرقية؟ هذا الكلام كلام الطابور الخامس والجيش الإلكتروني للنظام وأذنابه وأسياده وبعض الدول العربية المشاركة التي هي ضد الربيع العربي وضد الثورات عامة الثورة عندما انطلقت ما كان عندها منطقة محررة وما كان عندها سلاح استجررنا للسلاح استجرارا خسارة منطقة يعني انتهاء الثورة أصبح في كل عقل واحد من أبنائنا وفي قلب كل واحد من أبنائنا ثورة لا يمكن أن تنتهي لا إن ذهبت الغوطة ولا إن أتت في فترة من فترات كان نسبة المحرر بأيدينا أكثر من 70% وأكثر النظام لم يسقط وما قال الجميع الدول وحتى الذين يفتشون عن قصة الشرعية ما قالوا أن الأسد انتهى لأنه فقد أكثر من 70% من أرضه من الأرض التي كان يحتلها لكن الآن عندما تنحسر قليلا الثورة عسكريا أقول أنا نقول قد سقطت لا أقول إن شاء الله ستستمر الثورة حتى نسقط نسقط كل الأقنعة التي ادعت صداقتنا وهي تتآمر علينا بالخفاء وهي التي تدفع الأموال وهي التي ثبتت نظام بشار الأسد اقتصاديا دول عربية كانت خلف دعم الاقتصاد السوري ودعم الاحتلال الروسي خلال فترة السبع سنوات الماضية ورغم كل ذلك أقول الثورة مستمرة ولا يمكن أن تسقط ولا يمكن أن يسقطها أحد لأنها هذا عقل الشعب وهذا تاريخ الشعوب الثورة إن بدأت لا يمكن لأحد أن يوقفها نعم الدكتور صلاح الدين الحموي عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري المعارض كنت معنا عبر الهواء مباشرة من إسطنبول شكرا جزيلا